مشاهدينا نحييكم من جديد مازلنا معكم ومع الدكتور توفيق عكاشا الإعلامي وعضو مجلس النواب المرشح لرئاسة مجلس النواب دكتور توفيق طيب خلنا ندخل في القضايا المتنوعة يعني خلاص من الواضح يعني قبل بس ما نشوف رئاسة مجلس النواب عندي في بعض الناس ممكن يكون شايفين النائب مكرم ردوان تصريحات النهاردة هو داير الدكيرنس ألفية توفيق عكاشا لا يصلح رئيسا للبرلمان مفيش في المقاومات ممكن يكون في ناس مشايفة فيك المقاومات بغض النظر هي دي الحرية يا سيد زوال هذه هي الحرية وعندما يحكم الدكتور مكرم ردوان عليه أن يعود إلى ناخبيه أولا ليأخذ رأيه لأن الدكتور مكرم ردوان ابتعد فترة وكان متواجدا في المملكة العربية السعودية ثم عاد منذ فترة وجيزة وأبناء مركز دي كيرنس أعطوه أصواتهم أملا في أن يكون خليفة لشقيقه الدكتور هرماس ردوان الذي أقام إنجازات غير عادية في دائرة بني عبيت ولكن في النهاية هذه هي الحرية هذه هي حرية الدكتور مكرم ردوان أن يحكم على توفيعه كاشة دون أن يكون له علاقة به طيب فيه أضايا مكرم ردوان لم يحضر أساسا صور التلاتين يونيو كان يطابعه من السعودية يطابعه من السعودية وبالتالي يعني هنا بس يعني في كل الأحوال دي وجهة نظر طبعا نحترمها احتراما شديدا وننحني أمامها كمان وأمامه احتراما لأنه هو نائب من نواب الشعب طيب فيه أضايا كده مختلفة حظر أنت موافع على فيه فيه عند بعض النواب كده حماسة يقولوا إحنا حنتبرع بما سنحصل عليه من مجلس النواب لتحيا مصر البعض بيقول يعني وكأنكم تضعون في نواب ما عندهمش فلوس وكأنكم تضعون هؤلاء في مأزق أو تزايدون عليهم يعني اللي مش هيعمل زيكم هيبقى أقل وطنية هل توافق على حكاية أنه كل نائب يتبرع بما سيحصل عليه من مجلس النواب البدلات وغيره من أموال لتحيا مصر لا أوافق ليه لأن موافقة مشروطة النائب الذي لديه إمكانيات مادية تسمح له بالتبرع بمستحقاته فليتبرع به أما النائب الذي لا تتحمل أوضاعه المادية أن يتبرع بمستحقاته فهو يعمل في خدمة الشعب نعرض حضرتك في ناس موظفين انتخبوا نواب في البرلمان وفي ناس فلاحين وفي عما ما ممكن ظروفهم المادية لا تسمح أنت عارف حضرتك نفقات النائب في الشهر للنيابة لا تقل عن 12 ألف جنيه بيجيب اتنين سكرتاريا بي عنده بدلات عنده ضيافة عنده مجاملات طيب يعمل إيه بقى علشان الراجل الناس حبته وانتخبته وهو فقير يبقى بيته بقى ده مزايدة هذه مزايدة 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 يزايد فيها البعض على البعض أنا شخصيا قلت لقاتي قلت إذا انتخبت رئيسا لمجلس النواب لن أستعمل سيارة أسطول السيارات المخصص لرئيس مجلس النواب لأن أنا عندي عربيات إنما أنا لو ما عنديش عربيات كنت أنا أبقى رئيس مجلس النواب واركب عجلة لا يليك بمصر إنما ما هي سيارات رئيس مجلس النواب مرسيدس وبي ام آخر موديل ومنهم سيارات مصفح طيب ما أنا أملك نفس الطراز ونفس النوع بل أحدث إذن أن شخص ورمزية رئيس مجلس النواب لن تهتز ولكن سأستعمل سيارات الشخصية كما كان عبد السلام باشا جمعة زوج عمت جدي رئيس مجلس النواب كانت حرمه السيدة خديجة هانم الفي وكان هو رئيسا لمجلس النواب وكان لا يستعمل سيارة مجلس النواب في الفترة من خمسة واربعين لسبعة واربعين لأنه كان لديه سيارته وكان لديه إمكانياته للمادية كان عبد السلام باشا جمعة مم مزبوط فإنما النهاردة عندما يكون هناك زميل ظروفه لا تسمع ده يكفي ما ينتظره السياس الجرشاط من النائب طبعا هل النائب ممكن يدي جنيه أقل حاجة عشر جنيه ده نائب طيب افرد ظروفه لتتحمل هذا الأمر أنا أفرد عليه ليه النعرض حضرتك النواب اللي إمكانياتهم المادية تسمح بالتنازل وإعطاقها لسندوق تحيا مصر لا مان آه بس في كل أحوال انت شايفين فيها مزايدة يعني يعني ما اللي عايزة تبرع لتحيا مصر تم كانت تبرع بمبالغ أكبر خارج نطاق مرتبه يعني وهي جات عن نواب يا فندم ما في عندنا رجال أعمال معاهم مليارات اتبرعوا بالبق لسندوق تحيا مصر ولما جيه صندوق تحيا مصر يشوفها زي التبرعات سيلة ملقاش حاجة طب ما نشوف رجال أعمال أول ونشوف ما فيه ناس منصوطة في البرلمان فيه نوابنك حين حالتهم المادية كويسة جدا عندهم فلوس ها ولكن دي عملية شخصية بقى أصلا انت مش هترغم واحد طيب بمناسبة ده أنا على سبيل المثال لو انتخبت رئيس لمجلس النواب السادة رؤساء اللجاء كل رئيس لجنة له سيار من مجلس النواب يعني 19 سيارة وما تزيد اللجان هيبقوا في حدود 25 سيار أنا هعرض عليه أقولهم السادة النائب تحب حضرتك تستغنى عن سيارة المجلس ولا هتستعملها والله إذا قال هتنزل عنها خلاص شكرا لأن أنا ضربت المثل بنفسي إنما لو قال أنا ما عنديش عربية وعايز أستعمل عربية المجلس هقدر أمنحها لا طبعا وفي فعلا نواب نجا هم عندهم شي عندهم سيارات لما قلت إن أنا هعمل هنسمح بتنظيم المظاهرات داخل مجلس النواب عمليا إزاي يعني حد عايز يعمل مظاهرة هقوله تعالى جوه المجلس طبعا إزاي لأن إذا وجدت تظاهرات بحق فهذا مجلس غير قادر على التعبير عن إرادة الشعب وعدم قدرته على التعبير عن إرادة الشعب هي التي أدت إلى خروج التظاهرات أما عندما يكون هذا البرلمان معبرا عن إرادة شعبية خالصة لا ولاء فيها إلا للشعب مش هتلاقي مظاهرة وعلى أسوأ الفروض إذا كان في مظاهرة يتفضلوا ربما ما يكونش عندي علم أو السادة النواب عندهم علم يتفضلوا يجوا يتعملهم مكان يتفضلوا يطلبوا من حرس المجلس ووفقا للإجراءات الأمنية علشان قطر نحافظ على أمن وسلامة هذا البرلمان هيتفضلوا يدخلوا يرفعوا تظاهراته جوه الساحة الساحة الخارجية طب يعني لو عندك فيه مظاهرة مثلا فيها خمس تلاف ولا ستلاف يبقى أننا فشلنا عندما تصل المظاهرة لخمس تلاف يبقى أننا نواب الشعب فشل معنى وجود مظاهرات بأعداد كبيرة يبقى أنتوا فشلتوا نعم من الذي جاء بنا الشعب لماذا لنكون لسان حاله عندما نكون نحن لسان حال الحكومة فستخرج المظاهرة بس حتى هناك طريقين لسن القوانين في البرلمان قانون سن قانون من البرلمان ذاته وسن قانون من قبل الحكومة وقبل أن يوافق عليه فهو يقع تحت اسم مشروع قانون الحكومة النهاردة بتيجي تقدم لي في البرلمان مشاريع قوانين أنا بنائشها وبستعرضها وبستفد فيها وإما أرفض وإما أوافق وإما أعدل وهناك آخر أن يتقدم نائب ومعه مجموعة من النواب أو لوحده بمشروع قانون بيقدمه إلى لجنة الاقتراحات والشكاو لجنة الاقتراحات والشكاو بتناقش هذا الأمر حصل على موافقة بيطلع على اللجنة التخصصية إذا كان صحة يطلع على الصح زراعة على الزراع إعلام على الإعلام تمام قانون وفي النهاية بيطلع من اللجنة التخصصية يروح إلى اللجنة الدستورية والتشريعية على شقة تراجع هذا الأمر وتضبط العمل فيه ويكون صياغته ومواده يعني ما يبقاش فيه أخطاء ثم يرسل إلى رئيس المجلس لكي يطرح رئيس المجلس هذا الموضوع على الجمعية العامة لمجلس النواب اللي هم كامل الأعضاء فإما أن يحصل على موافقة وفقا للقانون والدستور وإما أن يرفض وفقا للقانون والدستور بناء على نسبة التصويت التي يحصل عليه طيب لكن أنا عايز أقولك أنه حتى في أعتى الدول الديمقراطية في مظاهرات يعني ما بيمنعش وجود نواب ناجحين أنه يبقى فيه تظاهر لأنه التظاهر هو تعبير عن غضب بسبب مشاكل لا تتوقف أعتى الدول الديمقراطية لما نجي نتوقف أمام التظاهرات في ألمانيا على سبيل المسال ألمانيا شهدت متظاهرات وهو موجود مجلس نواب ما كان هو سبب التظاهرات هي عملية عرقية مرتبطة بالجنس الألماني الرافض لوجود أجانب في ألمانيا طيب من الذي يحكم في ألمانيا الذي يحكم اقتلاف بيضم ثلاث أحزاب ما فيش في الدول العريقة الديمقراطية مستقلية فهذا الاتلاف هو الذي يحكم وهذا الاتلاف هو الذي يقود الحكوم وهذه الحكومة هي التي وافقت بقيادة ميركل على استقبال اللاجئين فأصبح هنا النواب تابعين لبرنامج هذا البرنامج مرتبط بحزب إلى آخرة أما في الدول بينما هناك نواب آخرين داخل البندستاج أيضا مؤيدين للتظاهرات حزب اليمين الألمان نوابه كلهم موافقين ولكن هو أقلي فبيتكلم مع الناس في الشارع علشان يطلعوا بمظاهرات عشان يساعدوه كأداب ضغط داخل البرلمان لأنه أقلي إذن إن العملية مرتبطة بالخريطة الداخلية للبرلمان إنما لما يكون فيه قضية عامة هل سمعت إن فيه قضية عامة في ألمانيا غير هذا الموضوع مرتبطة بالعملين بالموظفين مرتبطة بصميم العمل الداخلي للشعب الألماني عنها تظاهرات مفيش كلها أمور عرقية وتعصبات للجنس الآري إلى آخر في أمريك لما نشوف إذن إن العملية مرتبطة بتوليفة البرلمان وتشكيل ما أنت ممكن على سبيل المثال مثلا يبقى موجود عندك في البرلمان قتلة يسار قطرة أكثر يسار البرلمان مثلا وافق على حاجة لمستسمر هم فكرهم السياسي ضد هذا الأمر مش هيقدرهم يرفضوا الأمر فمن حقهم إن هم يروح يجيبوا شوية معاهم ويعملوا مظاهرة لرفض هذا الأمر ده هقول لهم تعالوا جوا برضو لكن مش هيقدر يجيبوا أعداد كبيرة طيب حسألك يعني البعض كان يفضل ويتحمس شفت يعني التنازع أدى إلى إيه لكن البعض كان يفضل إنه يتكتل الجميع حول إسم المصطشار أحمد الزين دي كرئيس لمجلس النواب إنت أعلنت قبل كده إنك ضد أن يأتي معين ليكون رئيسا للمجلس بس لما نلاقي اللي بيطبخ ده ده أنا أقول يجب أن نتكتل صحيح أنه حتى الرئاسة أخذت موقفا من هذه القضية لكن ألم يكن من الأجدى أنه نتكتل لكي يكون اسم بحجم وقيمة المصطشار أحمد الزيند رئيسا لمجلس النواب المصطشار أحمد الزيند أسد القضاء وكان له موقف رائع وكان له موقف رائع في صورة الثلاثين من يونيو ليس هو وحده وإنما رجال قضاء مصر بأسره وهو من خلال موقعي كرئيس لنادي القضاء كان رمزا لقضاط مصر في هذا الموقف ولا أستطيع أن أقول أكثر من أنه أسد للقضاء وانتهى الأمر بتعيينه وزيرا للعدل فنال شرف الجلوس على عرش العدل في مصر نطالب به أن يكون أيضا رئيسا للبرلمان ثم نطالب بأن تتعدد القيادات والكوادر السياسية طب إزاي؟ إزاي أنت بتطلب الاثنين في وقت واحد؟ المصطشار أحمد الزيند كادر سياسي النهاردة بيتبوأ منصب وزارة العدم هل تغلق الأبواب أمام أي كوادر سياسية؟ وبعدين في النهاية من الذي يحكم؟ هل يكون الحكم مسبقا أم الحكم من خلال مزاولة العمل؟ النهاردة لما ييجي أي زميل في مجلس النهار يقول علي أنني لا أصلح لرئاسة مجلس النهار أحترم رأيه ولكن أسأله حكمت عليها إزاي؟ شفتني قبل كده رئيس لمجلس النهار؟ هل أنا فشلت قدامك في عمل؟ فأنت حكمت عليه؟ طب ما أنت كنت قاعدين مع الدكتور مكرم رضوان ما كان قاعد مع الدكتور أسامة العبد ما الدكتور أسامة العبد؟ أكثر رئيس جامعة حدث حالات تسمم في المدن الجامعية الأزهرية في عهده رئيس الجامعة الذي حبسها الطلاب رئيس الجامعة الذي حرقت جامعة الأزهر في عهده رئيس الجامعة الذي ضربت أستاذة جامعية في عهده وتم خلق ملابسها إيه يا أستاذ وائل؟ مش لابد إن إحنا نكيل بمكيال واحد ولا نكيل بمكيالين النهاردة حضرتك تحكم عليه على أساسي مش على أساسي الممارسة أنا النهاردة ما أجي أحكم على حضرتك كمخرج وأقول ده الأستاذ وائل إبراشي لا يصلح أن يكون مخرج هو أنا شفت حضرتك بالزبط جدا فأنا بصادر عليك فحرام يا طيب لكن في الجزء المتعلق برئيس المجلس ده يعني علشان نغلقه حيتم التصويت يعني أنت شايف حيتم التصويت على فيه ثلاث أسماء مطروحة دكتور توفيع كاشا فيه الدكتور علي عبدالآل الدكتور علي عبدالآل الدكتور أسامة العبد القرار هنا للنواة الذي سيصدر القرار والذي سيعلن نتائج الانتخابات والذي سيعكس الإرادة هم النواب نواب الشعب وأنا التقيت بعدد كبير جدا من نواب الشعب ومليش وسطة وسطة ربنا أنا معتمد على هذا الأمر يا أستاذ وائل على ربنا ربنا وحده سبحانه وتعالى توكلته على الله وألجأوا إلى الشعب ومن بعد الشعب نوابه فبناشد أبناء الشعب في جميع دوائر مصر أن يذهبوا لنوابهم لكي يطالبوهم بانتقاب رئيسا للبرلمان واللي يقول لهم لا ما يصلحش يقولوا انت كنت شفته قبل كده رئيس برلمان ثم يسألوا ما هي مقاومات رئيس البرلمان ونحن في هذا التوقيت الحرج من تاريخ مصر يقولوا رجل القانون يسأله هل التشريع أولا أم القانون أولا من الذي جاء قبل الآخر التشريع أم القانون ده رجل القانون ده أستاذ وائل بيدرس ما ينتجه له المشرع يعني بيدرس نظرياتي أنا كمشرع مع احترامي لرجال القانون هم يأتون في المرتبة الثانية بعد رجال التشريع فكيف تأتي بمن هو في المرتبة الثانية لكي تفضله على من يجلس في المرتبة الأولى يعني هل ينفع إن احنا نحط الحصان خلف العربة أم العربة هي اللي خلف الحصان طيب خلينا نشوف تركيبة المجلس البعض بيقول واحد إنه فيه مجموعة من النوابة الذين ينتموا للحزب الوطني سابقا ربما تكون ارتباطاتهم بالموانسة أحمد عزي ما زالت قائمة وهو حتكون له فيه كتلة داخل المجلس هل ده صحيح ولا غير صحيح؟ لا ده غير صحيح ليس صحيح؟ ليس صحيح هو من الدعاء لإعلام لأن الذي جاء بهؤلاء النواب هم الشعب في السابق قناة يأتي بهم الحزب الوطني وإحمد عزي أما الآن الذي أتى بهم هو الشعب فالسيادة عليهم للشعب وليس لإحمد عزي اتنين تعتقد أن المصريين الأحرار بإصرارهم على أن تكون لهم كتلة واحدة بالإضافة إلى حديث البعض عن تطلعاتهم لتشكيل كتلة نيابية وربما لتشكيل الحكومة بعد ذلك تعتقد أنه كمان المصريين الأحرار يسعون إلى وجود تكتل كبير يمكن استخدامه في اتجاه أفكارهم يعني المتعلقة بالسوق الحر سواء المتعلقة بمصالح بعض رجال الأعمال كما يقول البعض الحقيقة المصريين الأحرار له الحق كل الحق في أن يسعى في أي شيء يرى أنه سيعطي لحزبه قوة لأن هذا هو العمل السياسي وهذه هي مفهوم الحياة الحزبية أن الحزب الذي يستطيع أن يحقق عددا من المقاعد لماذا لا يكون لدي طموح لكي يحقق ما ذكرته حضرتك ولكن هذا يتوقف على رأي النواب الذين ينضمون إلى هذا التحالف هل سينضم النواب إلى هذا التحالف أم لا ينضم النواب إلى هذا التحالف إذن أن المصريين الأحرار ليس صاحب القرار إنما صاحب القرار هنا هم النواب الذين يمثل المستقلين فيهم 57% إنما لماذا نحلل لدعم الدولة المصرية أن تقيم ائتلاف ونحرم على المصريين الأحرار أن يقيموا ائتلاف فلحق كل حزب يرى قدرته على أن يكون هناك ائتلاف يعمل من أجل هذا الوطن ويكون يدا تتحد مع باقي الأيدي لعدم وجود سلس معطل فنحن معه جميعا طيب دي الكتلة حزب النور لقى هزيمة كبيرة في الانتخابات لكن حزب النور كان معي الدكتور يونس مخيون وقال إحنا جزء من تحالف 36 لماذا تعاملوننا بهذا الشكل عندك موقف من حزب النور ولا الوضع هيختلف داخل مجلس النواب لا والله أنا بص يا فندم بدام هناك شرعية لأي إنسان داخل مجلس النواب فأنا كرئيس لمجلس النواب إذا انت خفت يعني لا أستطيع إلا أن أقيم دولة العدل بين كل السادة أعضاء مجلس النواب من حق حزب النور أن يتحدث هو أعضاؤه ومن حق حزب المصريين الأحرار أن يتحدث هو أعضاؤه ومن حق الزملاء المستقلين جميعا أن يتحدثوا الكل كأسنان المجل لأن القانون والدستور قد عكس هذا الوضع البرلماني الذي أراه كيف أكون أنا مسؤول لو انتخبت رئيس لمصر وأطالب بأن يكون للعدل دولة وأفرق هناك فارق تام بين أراء الشخصية قبل أن أكون نائبا وأرائي بعد أن كنت نائبا وأرائي إن انتخبت رئيسا لمجلس النواب لأن هنا أمام شعب نحن نتعامل مع شعب نريد أن نرسخ الانتماء للوطن كيف نجعل هذا الشعب مرتبطا ارتباطا تاما بهذا الوطن عندما يستشعر هذا الشعب أن القائمين على أمر هذا الوطن الشعب بالنسبة لهم هو الأول والآخر فيحدث الانتماء يشعر المواطن بالأمن بعيدا عن الفقر وعن الإمكانيات وعن الكلام ده لكن يكون المواطن مطمئن بينه وبين من يحكمون الوطن جثور من الثقة فترتفع درجة الانتماء للوطن فنحافظ على الوطن من الاختراق لأن هناك شعب يحميه لماذا نجحت 25 ينايه؟ نجحت لأن جسور الثقة بين الشعب وحكامه كانت قد تهاوت والذي كان سببا في نجاح ثورة 30 يونيو هو الشعب الذي استشعر الخطر ووجد أن مصيره ربما يكون مشابها للعراق ربما يكون مشابها لليبيا أو سوريا فخرج محافظا على تماسكه على إراداته على تاريخه على ملكه فهذا حاجة أو ده حاجة؟ خمسة وعشرين يناير البعض البعض يعني بيحاول أنه يستعيد فكرة إشعال الشارع من جديد ويعزف على وطر الشارع من جديد تعتقد أنه أيضا محاولات ستبوء بالفشل ولا قيمة لها ومحدودة ولا الشارع ما زال في خطر؟ لا الشارع ما زال في خطر ليه؟ والذي سيزيل هذا الخطر هي ممارسة هذا البرلمان لماذا؟ لأن هذا البرلمان مسؤول عن ترسيخ جزور الثقة بين الشعب وبين السلطة التنفيذية إذا وثق الشعب في أن نوابه ليس نواب الحكوم وإنما نواب الشعب لن يستطيع أحد أن يطلق صورة أو يفعل شيء لأن الشعب سيحميها سيحمي الوطن ويرفض هذه الصورة أما عندما نراجع نتائج الانتخابات نجد أن عدد المشاركة الشعبية متوسطها 27% يعني هناك ما يقرب من 73% لم يشاركوا ما بين كسالة وما بين موافقين موافقة ضمنية وما بين رافضين إذن أن هناك مساحة 73% من الجماعية العمومية للشعب لم تكن رأيه أنا النهاردة كنائب في البرلمان دوري أن أنا زي ما حصلت على تأييد 27% أو 28% من الجماعية العمومية أن أوسع نطاق هذا الأمر وأن أجعل الذي رفض المشاركة في الانتخابات نادما على عدم مشاركتي لأنه لو كان شاركة لكان على حق لأن نواب البرلمان هم صوته هم إرادته هم قلبه وعقله معبرين عنه هنا ألم 73% أخدهم معي وما هل يبقى فيه مكان لأحب إنما لو اعتمدت على البرلمان دون أن أعتمد على ما سوف يفعله البرلمان يبقى أنا كده بحسب حسابات غلط حساباتي خاطئة لابد أن يقدم هذا البرلمان زي ما بيقولوا كده علامات عندما وقفت أنا في موضوع الأمين العام لمجلس النواة كان من أحد الأسباب أن أبعث برسالة إلى من لم يخرج إلى الانتخابات أن هناك برلمان قوي سيطالب بالحق ويرفض تداخل السلطات فيندم البعض فكاد رسالة لها عدد من الأهداف منها رسالة للشعب أن هذا البرلمان فيه أمل بدليل أنه وقف ضد تداخل السلطة التنفيذية في صميم اختصاصات السلطة التشريعية ليست مجرد وقفة عشان صحافة تصور أنا محتاج إعلام يعني هي خطوة أولى بتوصل بها رسالة مبكرة يعني تمام وعندما تحدثت عن أملاك البرلمان هي الأملاك دي أنا أخدها ورسها دا للشعب وعندما أذهب غدا إلى البرلمان لاستكمال تجميع ممتلكات أنا ببعث للشعب رسالة أن البرلمان القادم لا علاقة له بكل البرلمانات السابقة وأنه برلمان وشعب ممتلكاته يعني إيه أصوله آه البرلمان عنده ممتلكات كتير جدا نهبت منه على مدار الستين سنة اللي فات ستين سنة ست أصور واحد في اسكندرية وخمسة في القاهرة عنده الأرض اللي كان مقام عليها المجلس الأعلى للصحافة والحزب الوطني والمجلس القومي للمرأة أملاك البرلمان عند حضرتك الوزارة بتاعة هيئة النقل والكباري ومش عارف إيه والكلام اللي هو كله محيط بالذات كل دي أملاك البرلمان عند حضرتك قطع أراضي مختلفة مباني ملك البرلمان عمليين بنحصرها عندنا أراضي زراعية ملك البرلمان بنحصرها كل ده نهب من البرلمان يعني أنه البرلمان غني وعنده أصول كثيرة عنده أصول يمكن حيودرها إزاي أو هنا بقى الكلام عندما تكون رئيسا للبرلمان تفكر كيف تستغل هذه الأصول لكي تدر عائدا يدخل إلى البرلمان فيساهم في تخفيض ميزانيته التي يحصل عليها من ميزانية الدولة يبقى أنا كده بساهم كعمل إجمالي مش أبص بنظرة ديقة وأقول أنه وابيت برعب مستحقاتهم لسندوق تحيا مصر إيه دي طب تبرعه وبعدين أليس هذا البرلمان مثله مثل هرم من أهرامات مصر رمزا للديمقراطية ورمزا لحكم الشعب في الشعب لماذا لنقليه في أجمل صورة لأن أجمل صورة لا وهي أجمل صورة للشعب لأنه بيته الشعب فعندما نبحث عن ممتلكاتي عندما نبحث عن أملاكي ونفكر في كيفية استثمارها ويصبح هذا العائد الاستثماري هو داخلي للبرلمان هينفق هيبقى ميزانية النهاردة ميزانية البرلمان لو هي 800 مليون جنيه في السنة مثلا وأنا استثمرت ربعمية دخلوا البرلمان وفرت ربعمية من اللي باخدهم أصبحت أنا باخد من الدولة ربعمية بس وفرت ربعمية هي ميزانية البرلمان كلها بتتلقص في مستحقات النواب لا طبعا لو حضرتك قلنا 600 نائب ضربنا متوسط مستحقاتهم وخبال حضرتك في 20 ألف جنيه في الشهر وده ما بوصلش يبقى كان 12 مليون جنيه في السنة كان بحوالي 220 مليون 240 مليون 300 مليون جنيه طيب وبقيت التمنمية ما فيه مصاريف تاني فيه مصاريف تاني مصاريف كتير إذن إن أنا عندي النهاردة ما هو حد فاصل إن أنا أفكر بفكر غير تقليدي عندما أكون مرشحا لرئاسة هذا المكان فأفكر تفكيرا غير تقليديا لكي يعود على الشعب كله مش ب2-3-4 مليون ب400 مليون طيب أنا على أتم الاستعداد أن أطوف الدول العربية أشحط لهذا البرلمان تشحط له آه ومش عيب دخواتي أنا رايح لمين ده أنا رايح ليه واحد في الكويت دخوية عشان تحسن صورته وشكله ووضعه وممتلكاته واستثماراته وهروح وأنا تحدثت مع السيد المستشير وإنت عايز تعمل فندق للنواب للنواب طبعا يا فندم أنا رحت زورت عدد من البرلمانات آه مفيش برلمان إحنا يا سيد وائل من أقدم خمس برلمانات في العالم الأربعة اللي قابلنا كلهم لهم فنادق للنواب وكلهم لهم شغل فايف ستار للنواب منظر سيناتور يعني شيخ شيخ ومن شيوخ القوم واخددها لحضرتك عندنا كان سابقا خمسين في المئة عماله وفلاحين وخمسين في المئة فئات فقدت يعني تلحكومة بتجيب من يريد أن يقول موافق آه سليم فعيطالب بإيه بقى يتقال له ما احنا اللي جايبينك آه احنا اللي جايبينك ويعملوله جد إنما دلوقتي الشعب هو اللي جايب وعايز أداء برلماني عالي جد يبقى لازم الأداء البرلماني العالي يوفر له وسائل من أجل رفع دركته فتعمل فندق خمس نجوم يليغ بإقامة النواة مركز تدريب فنادق دورات علاقات على طول مع الخبراء والفقهاء في مختلف التخصصات لن يتوقف الأمر على ذلك إنما سأربط مع 23 جماعة مصرية سأربط مع النقابات سأربط أينما هي وظيفة المجلس اللي هو المجالس القومة المتخصصة ما هو ده ميزانية من ميزانية الدول إيه وظيفته طيب توافق على إذاعة جلسات مجلس النواب على الهواء كلها هذا رأي النواب أنا مع احترامي لما صرح به رئيس الحكومة هو بيصرح الآن لأن المجلس لسه منعقتش إنما إذا أخذ النواب قرارا بالموافقة على إذاعة الجلسات من القادر على إلغاءها؟ إذا رافض النواب مظبوط محدش يقدر إذاحها إذن إنها مرتبطة برأي النواب مش خايف شوية إذا عيتها على الهواء بالكامل البعض مدفوعا بالشول إعلامي يركز على ذلك أنا عايز أظهر قدام الناس الحكم للنواب ما قدرش يقول له حضرتك الحكم للنواب طب العرض اللي تم تسريبه ولا نعلم إذا كان جدا أم لا بإنه في قناة عربية عاوزة تشتري جلسات مجلس النواب بـ 800 مليون جنيه مصري 100 مليون دولار يعني 800 مليون جنيه مصري توافق عليه؟ هل حضرتك سمعت قبل كده أن هناك برلمانا في العالم تم تنفيذ هذا الموضوع فيه فيه قناة راح تشترك جلساته؟ هو مصرح؟ هو متشكور؟ من الذي أرسل هذا الخطاب؟ الذي أرسل هذا الخطاب أستاذ محامي فاضل ونائب سابق سيد عمر هاريد ها ونائب سابق رافع عضية لحل البرلمان ها يعني الهدف تشويهه طبعا وبعدين من هزي القناة لماذا لم يفصح حال؟ الهدف كل ده فندم حرب إنه يتقال بقى عنوانه يعني الناس مشغولة بإنه شوف لا ده آيل كمان إيه وخاصة إذا توفقه أكدش بقى رئيس برلمان ودعليه مشاهدة عربية في كل الدول العربية فالناس هتحاول تشوفه تتابعه كيف يدير هذا البرلمان يعني ده حد يعني ربنا يسمحه يعني شايف النائب عمر هاريدي يسعى لتشويه مجلس النواب بعد خسارته في الانتخابات أو لأهداف تانية الله أعلم العلم عند الله ولكن دي رؤياتي فإيه بعد الجواب بازا بس البعض ممكن لك 800 مليون ما ومبلغ داخل في مليار طيب ما إحنا ندار على ممتلكات المجلس ممتلكات المجلس على فكرة قد المبالغ دي 7-8 مرات ده أنت حضرتك لو شفت تمن بس مساحة الأرض اللي عنين مساحة حالفة ده واكتر طيب الجزء الأخير في الأسئلة هل حاولت طالما فيه أنت شايف فيه معركة تكسير عظام وفيه مشكلة تتعلق بك هل حاولت الوصول لقناة متعلقة بالرئيس عبد الفتاح السيسي شكلة متعلقة بيه في إيه؟ فيما يتعلق بيه بتقول وزير داخلية يلاحقك بتقول فيه مطبخ رافض تماما أن تكون رئيسا للمجلس معه ده أنت حضرتك أنت اللي قلت على المطبخ لا أنا واثق من المطبخ يعني لا يعني عموما في هذه المشاكل وده سألت لك من قبل هل حاولت الوصول للرئيس عبد الفتاح السيسي أو للدائرة المحيطة به؟ بس يا أستاذ وإن هذه انتخابات آه هذه انتخابات ومن حق المنافسون أن يتنافسون فيه إذن كيف تكون انتخابات بلا منافسة؟ من حق أن أنا ترشح ومن حق الدكتور أسامة العبد أن يترشح ومن حق الدكتور سيد عبد العالم أن يترشح ومن حق غيرهم أن يخدوا الانتخابات أيضا ومن حق النواب أن ينتخبهم ولن تتراجع رغم يقينك أن البعض فيه فيه تكتلات وتربيطات ضدك كل التربيطات اللي ضدي بتخسر الشعب وأناشد الزملاء المستقلين تحديدا أن تكون نظرتهم استراتيجية وحتى النواب الذين ينتموا إلى أحزاب أيضا أن تكون نظرتهم استراتيجية بعيدة المادة يبصهم على الانتخابات الجاية لأن الوصول إلى القمة سهل أما الحفاظ عليها فهو من أصعب الأنواع أنت عايز تقول أن اللي حيصوت ضدك حيخسر دائرته الانتخابية مستقبلا أنا ما بقولش عليها أن يراجع أن ينظر يا فندم هناك علاقة غرام بيني وبين هذا الشعب أنا مؤمن بيه وعشق له عشق غير عادي فأنا حاسس بالرباط اللي بيني وبيني إذن أن هذا الرباط بيعكس العلاقة فعلى النائب أن يفكر فيه جيد لو أنا نجحت الشعب يعرف أن النواب انتخابوني لو أنا سقط الشعب يعرف أن النواب انتخابونيش ماذا؟ وأنا لي يا ربنا أما أن أصل إلى الرئيس عب فتاح السيسي فأنا أتصور أن الرئيس عب فتاح السيسي لا علاقة له بهذا الأمر مش فارق معا من يأتي رئيسا للبرلمان فإن كان سؤال حضرتك يقصد أن أنا أصل إليه علشان أقول له ابعد وزير الداخلية عني فوالله أنا ممكن أطلب مقابلته الصبح لماذا لم تفعل ذلك؟ لأن وزير الداخلية يمتلك أجهزة أما أنا لا أمتلك من أمر نفسي شيء فوزير الداخلية هيجيب مسببات تقول إن كلامي غلط فأنا هسيبه للسلطة التشرعي أنا مجهز له يا فندي كل ما يستجوب الاستجوابات أنا كنت مع الزميل خالد صلاح لما سألني قلت القاتي قلت والقاظمين الغايزة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وانتعى الأمر بالنسبة لي عندما أجد توجهات من لبعض زباط في الأمن الوطن اللي هم أساسا مجندهم له بعد ما دمر جهاز الأمن الوطني مرتين تمام وبحجة إن الزبط ده ده مخفيف والزبط ده 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 مطئيل خلي بالك ما كانش فيه أي نوع من أنواع المعايير لما يطلع عادل عزب اللي هو عادل عزب لما يطلع اللي هو محمد حنفي لما يطلع كل عمالقة جهاز الأمن الوطن بلا أسباب ده محمد حنفي ده خبير وراجل لم يصل إلى سن الستين بس أنت كلامك كده داخل في تفتيت الجهاز الشرطة أفتت إيه؟ بتخدم ده ده أنا بنق الرأي الزباط أفندي ده يخدم الإرهاب الكلام ده 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 أنا بنق الرأي الزباط بص يا فندي لو انتخاء لو وزير الداخلية بالانتخاب هات ملازم أول رشحوا ضد وزير الداخلية الحال بين الزباط هينجح الملازم أول لا بس حقك نجاحا كبيرا في مواجهة الإرهاب إيه بقى النجاح إرهاب حقك أبض على اللي قتل النائب العام أبض على الخلية اللي كانت هتدمر لقصر هل لمسكها سواء هات لحضرتك كده إنجازات ما اندقله في الميزان بقى خلينا أقول بالعاف يعني حالة الأمن في الشرع المصر الآن يعني آه جاية إزاي غير مسبوقة يعني جاية بالضغط على الزباط فيجعلهم يتجاوزون ده معنى كده إنك انت داخل والزباط مش طيئة الواضح لا يعني أقسموا بالله الزباط طيئة الواضح بتعمل لي حرب أهلية في وزارة الداخلية قاسما بالله العلي يجب إن نتكتل جميعا في مواجهة الإرهاب يا سعدت الباشا ما كان موجود الوزير محمد إبراهيم وكان بيواجه الإرهاب هاتلي الحوادث اللي حصلت في عهد محمد إبراهيم وهاتلي الحوادث اللي حصلت في عهد مجد عبدالغفا السفارة الإيطالية الكنسولة الإيطالية في قلب القاهرة ده مسأل يعني أخبال حضرتك والكثير والكثير ما فيش دولة تستطيع أن تمنع لها فرنسا في عمقها تلت عمليات إرهابية في توقيت واحد مصرح وملعب كرة ومطاعم أنت الذي ترحت أما أنا كنائب للشعب يهمني على سبيل المثال رأي الشعب هل الشعب شايف أن هذا الوزير كفاءة ولا هذا الوزير لدي إخفاقات إذا الشعب قال أن هذا الوزير كفاءة خلاص أنا كل اللي أنا قلته ده لا قيمة له لأنني في النهاية سأفعل ما يريده الشعب والعكس إذا طلب مني الشعب أن أواجه هذا الوزير سأواجه أما العلاقة الشخصية ده أنا بحكيه لك هو بعمل إيه معنى كده أنك داخل باستجوابات وطلبات إحاطة ضد وزير الداخلية إن لم يرفع يده وإن طلب مني الشعب وإن طلب مني الشعب إن طلب مني الشعب إفرد الشعب حضرتك قال لي معليش استحمل وصيبه خلاص انتقى القمر والشعب هقولك ده إزاي هو أنا مش عند ناخبين في دايريتي وبقابل الناس في الشرع هو أنا معزول يا فندم قاعد في برج عايد أنا راجل فلاح خرجته من بين الفلاحين طيب سؤال الأخير بعد كل ده اللي أنا قلته لك ألا تؤجل طموحاتك إلى دورة قادمة أنت بتقول لا لا والحقيقة أنا شايف إن السؤال حضرتك ده هل أنت عايز تنتقل مش هتستنى خليك شواف ابتدائي على ما تدخل إعدادي لا أنا بشوف في الظروف فيه تربطات صفقات في البعض يحاول تكسير عظامي يا فندم في النهاية رأي للنواب ما خلقش منها مهزوم يا فندم أنا عندي سبعة خمسين في المية نواب مستقلين لا فضل لأحد عليهم إلا الشعب تعتقد أنه يعني فكرة التربطات والتكتلات داخل المجلس هتخلي الناس تملق أصواتها بشكل كامل مستقل ولا هتأتي توجيهات لا أنا هقول لحضرتك على حكم لو إحنا عشان نقول كلمة الحق بس لو إحنا شفنا أي برلمان في العالم فيه تعددية زي التعددية اللي موجودة عندنا دلوقتي فبيتم عمل ائتلافات داخل هذه التعددية حتى لا تتسبب لا يتسبب عدم موجود ائتلافات في إقاف عجلة الوطن بأسر إذن أن هذه الفكرة فكرة وطنية ونحن داعمين لها بكل ما قتنا من قوة لأننا لننا هدف واحد عادة بناء هذا الوطن تمام ونحن في ظل حرب هذا برلمان حرب يا سيزوائل هذا برلمان حرب طبعا أنا موافقك في هذا التعليق مخبال حضرتك إذن الذين يتحدثون عن ائتلافات ولا واحد فيهم قادر على أنه يقول أن هذا برلمان حرب هذا البرلمان لابد أن يكون شعاره يدهم تبني ويدهم تحمل السلاح لأن بالفعل الجيش المصري سيخرج لمواجهة الإرهاب خارج الأراضي المصرية عقيدة الجيش المصري ألا نرسل جنودنا خارج حدودنا إلا بصعوبة شديدة جداً لا عقيدة الجيش المصري هي مل كل الشعب لأنها عقيدة ولدت للدفاع عن الشعب وحمايته أما عشان الشعب لا يستنزف جيشنا في معارك لقد أصلنا جنودنا إلى اليمن وإلى ليبيا لا أنا نجعب اليمن اليمن دي ما نجعب علاقة بي اليمن تم عمل فخ فيها لاستنزاف الموارد المالية والاقتصادية للمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي ده موضوع احنا ما نجدعو بي احنا بنتكلم على ليبيا بنتكلم على سوريا بنتكلم على الأمن القوم الاستراتيجي هل تنتظر أن يأتي إليك العدو إلى أرضك يا عم ده احنا حتى لو حبينا ناخد من بني إسرائيل ده لهم نظرية في هذا الأمر حارب عدوك على أرضه حتى لا تكون خسائرك كبيرة فإذا انت صرت علي حصلت على أرضه وإن هزمت منه لم تخسر شيء من أرضك لأن انت بتحاربه بر إنما حضرتك هتنتظر أن يأتي لك العدو داخل أرضك عشان تحاربه وتقول عندنا عقيدة العقائد تتغير وفقا للمتغيرات المحيطة ووفقا للمخططات ما فيش عقيدة سبتة إلا عقيدة الأديان دكتور توفيع كاشة بتوجلك بالشكر ألف شكر واضح إنك حتصير الزوابع والعواصف والعصير لا أنا لن أصير زوابع والعواصف أنا بدافع عن شعب والناس مش يعني ما شفيتش قبل كده حد بشتغل بإخلاص بضمير هل أنا أستاذ وقل بتكسب من هذا الأمر لا ما فيش حد يا سطر طب تصدق بالله الناس اللي بيشتغلوا في قناة الفراعين دي بيقالهم ثلاث شهور ما أبضوش لا والله إذا أبطال أقسموا بالله وإنت عارف مين اللي منع عنهم الفلوس وزير الداخلية تاني وزير الداخلية مدي تعليمات لعليك كحكي الوكيل الإعلاني بتاعك إنه ما يديناش فلوس عليه ليه 2 مليون ونص والله رغم أن اللي في النهاية علاء إن شاء الله تتحلل هيفاجأ إن الوزير مش موجود علاء شخص جميل مع أنا خايف عليه والله العظيم خايف عليه ويا في بتعهداته دائما والله بتوجه لك بالشكر دكتور توفيعك هاشا ألف شكر مشاهدينا ما فيش شك إنه سواء الموقف في الإعلام سواء الموقف في مجلس النواب بيهم الناس كلها يعني وبالتالي كل ما أثرنا في هذا النقاش أعتقد أنه يعني حتى يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي وإحنا شغالين الهدف منه هو أن نتقدم للأمام ونعالج أخطاءنا نعم نطمح بمجلس نواب يتمشى مع الأهداف التي نسعى لتحقيقها ومع المخاطر حجم المخاطر إلى حد أنه الدكتور توفيع وصفه بأنه مجلس حرب يعني هكذا يصفه وبالتالي يعني علينا أن نهتم بما سيحدث في مجلس النواب هنكون معاكم يوم السبت القادم إن شاء الله في حلقة جديدة